أهلا وسهلا صباح الخير سارة وصباح الخير عبدالإلهة بالفعل احنا اليوم نتواجد الحديث أكثر عن هذا المشروع يمكن اللي بيترك أثر مستقبلا وحاليا على بيئتنا كون انه زي ما احنا عارفين المواد المصنعة أو الصناعية عند اتلافها بطريقة خاطئة بتسبب أكيد أضرار على البيئة الطبيعية ما بأخوض في الكلام مرة كثير لأنه أبغى أخذ التفاصيل الدقيقة أكثر من أصحاب المشروع أو الشركة المشغلة لهذا المشروع رح نتحدث أكثر مع المهندس مازن أحمد خياط وهو رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الصفو أهلا وسهلا بيك مهندس مازن تفضل معانا نورتنا في البداية على شاشة قناة الإخبارية صباح الخير أكيد مهندس مازن خليني أبدأ معاك بداية يعني إحنا لما نتكلم عن مشروع زي كذا أكيد في أضرار أنت شاهدتها أو دراسة قمت بيها لو نتكلم في البداية عن الأضرار اللي بيتركها أو يعني نتيجة الإتلاف الخاطئ لهذه المواد كان مشروع الإطارات إذا عادت تدوير الإطارات كان موجود في مردم للنفايات في جدة موجود فيها 12 مليون كفر تقريبا هذه وجودها بطريقة يعني ردمها بطريقة غير سليمة بيؤدي إلى أنه تشار البعوض قابل الاحتراق خطر على المنطقة موجود الخطر على السكان الموجودين في المنطقة فوجدنا أنه حرق الكفرات هذه في صناعة الاسمنت بيخلص البيئة من هذه وكمان لها قيمة اقتصادية للصناعة أنت ذكرت لنا 12 مليون إطار هذا بس في جدة ولا إحنا بنتكلم على رقم أكبر يعني هل هذه نسبة الأشياء اللي ممكن نتلفها مستقبلا بطريقة خاطئة أو بتعود أكيد بضرر على البيئة الآن اللي موجود في المردم 12 مليون كفر بالإضافة إلى 2 مليون كفر بتصل سنويا إحنا المشروع حقنا حيقدر يخلص 4 مليون كفر في الفترة الماضية إحنا بدأنا من 2019 فوصلنا إلى 4 مليون إجمالي 3 سنوات وحنصل تدريجيا إلى 4 مليون إطار سنويا بهذه الطريقة حنخلص من 12 مليون زينا 2 مليون اللي هي الاستهلاك اللي بيصل سنويا نتكلم عن الحلول المقدمة والحلول اللي قدمتوها والآلية اللي بتعملوا بيها الآن لتخلص من هذه المواد لكن بطريقة صحية أكثر أو غير ضارة نقدر نقولنا هو المشروع كان عبارة عن اتفاقية تسارد ما بين الشركة وأمانة جدة من خلالها إحنا بنينا المكاء المعدات لتجهيز الطحن تقطيع الكفرات هذه مشروع كلفنا حوالي 39 مليون ومدة الاتفاقية 20 سنة مع الأمانة بعد 20 سنة تقول ملكية المعدات هذه إلى الأمانة جدة طبعا هو المشروع عبارة عن مرحلتين مرحلت التقطيع في المردم حق الكفرات بالإضافة إلى إضافات للمعدات داخل المصنع عشان تقدر تحرق الكفرات هذه أنا بس من خلال القراءة بسيطة عرفت أنه هذه مو أول مبادرة أنتوا تقدموها تصبح في مصلحة الاستدامة والبيئة لو نتكلم شوي عن هذه المبادرات وكيف تفيد الاستدامة؟ طيب بالنسبة إحنا عندنا عدة مبادرات انتهينا من جزء منها وفيه جزء باقي في البايبلاين اللي انتهت اللي هي مردمة الكفرات كذلك الرماد الكربوني رماد الكربوني هذه اتفاقيات وقعناها مع شركة الكهرباء وعدة جهات أخرى تخلص من الرماد الكربوني لقينا فيه كالوريفيك فاليو وبنتخلص لهم منه في مبادرات أخرى في البايبلاين مشاريع مع الهيئة الملكية في ينبوع اللي تتخلص من المخلفات الصناعية هذه للساعة تحت الإنشاء بس المرحلتين الأولى انتهت هذه اللي هي الكفرات والرماد الكربوني يعني احنا قبل كم يوم تم الإعلان عن أحياء جدة طبعا ولي العهد أعلن عن مشروع أحياء جدة وهو يصب أيضا لتطوير جدة التاريخية وجعلها بيئة صحية وآمنة نقدر نقول من مثل هذه المخلفات اللي احنا نتكلم عنها اليوم فاحنا نتكلم الآن عن رؤية للمملكة فكيف يخدم هذا المشروع رؤية المملكة؟ طبعا أول شيء هذا المشروع بيقلل من الاعتماد على الوقود الإحفوري الوقود الإحفوري هذا بتكلف الدولة الدعم لأن هذا الوقود الإحفوري الدولة بتدعمه فلنحن بنخلط حوالي 20% إلى 30% نصل إننا نعتمد على الكفرات هذه هذا بيقلل الاعتماد على الوقود الإحفوري فبالتالي هذه value بتقلل الاعتماد عليه من ناحية بيئية طبعا زي ما ذكرت إنها بتتخلص من الأماكن اللي فيها مردم الكفرات هذه المواقع لها عقارات ممكن تكون في يوم الأيام منطقة عقارية لها value عادي فهذه كمان بترفع من مستوى نظافة المنطقة المحيطة بها وكذلك إنها بتأحلها للسكن شكرا لك المهندس مازن أحمد خياطه ورئيس مجلس دار الشركة سمنت الصفو يعطيك ألف عافية ونشكر لكم أكيد سحيكم لتغيير يمكن بيئتنا مستقبلا نحو الأفضل في مجال الصناعات الثقيلة ونشر أيضا ثقافة الاستدامة يعطيكم ألف عافية نورتونا على الشرسة الإخبارية نعود لكم مرة أخرى في الاستيديو سارة وعبدالله يغطيك الأعافية غدير شكرا جزيلا